اشتركوا في القناة وقبل ما نبدأ حلقتنا بفكرك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم ولو انت جديد معنا حيشرفنا انك تشترك طبعا في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول جمانة واهبي بتتوقع ان لبنان هيكون ساحة حرب في 2022 مية في المية وحتكون الساحة مفتوحة للأسف وحتكون حرب خارجية بتضم الكيان الصهيوني وأمريكا وروسيا وإيران والسعودية كلهم حيكونوا في لبنان وحيكون لبنان هو الضحية للأسف لأننا ساحة حرب مفتوحة وللأسف فقدنا روح المواطنة والوطنية في لبنان فبقى فيه زعمات تبعة لأجندات خارجية وهي اللي بتتحكم في موضوع الانتخابات الرئاسية أو حتى القفزة الجنونية للدولار وقالت كمان جمانة واهبي ان لبنان قادم على فراغ رئاسي لكن مفيش اي صلة دستورية للتمديد وده لكرسي الرئاسة بتستبعد كمان انه هيكون لجبران باسيل اي حظوظ رئاسية حتى الكتلة النيابية بتاعته هتتراجع وشايفة كمان ان حزب الله هجمع ما بين حلفاء والمتخاصمين ما بين نبيه بري وميشيل عون وكمان ما بين جبران باسيل وسليمان فرنجية وايضا بمباركة سورية كمان هنشوف هذا الجمع والتصالح الهدف منه هو العملية الانتخابية والسياسية عودة النفوذ السوري في لبنان بشكل اقوى كمان بتقول ان لبنان والسوريا هيكونوا في خندق واحد في عام 2022 هنشوف ان فتح الحدود وتسهيل ان المواطنين السوريين اراغبين في زيارة لبنان هيبقى فيه تسهيلات للامور دي بعد ما كان فيه تجديد بسبب كورونا وبسبب الازمات الاخرى هنشوف نوع من الانفتاح والمواطن اللبناني اللي حيروح سوريا هيتبضع من سوريا زي زمان وايضا بالليرة اللبنانية كمان بتتوقع كمان للبنان اننا حنشهد ارتفاع جنوني للأسعار وارتفاع الدولار وايضا سوريا هتكون تحت مرمى الاتهامات بالنسبة لموضوع ارتفاع الدولار ايضا هنشوف الغضب الشعبي اللي حيترجم في الشارع والناس اللي نزلة في الشارع لكن قالت انها خايفة من حاجة ان بحجة كورونا يلموا الناس من الشارع كمان بتقول انها هيحصل تقييد للثورة والاترابات واكثر شيء بيخوفها هو تحريك المخيمات الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني الفلسطيني ممكن ينتقل لمخيمات اخرى وبالتالي تحصل فوضى ويدخل الطبور الخامس وعيكون فرصة لتوتير الاجواء اكتر ايضا مشهد تاني بيخوفها هو مسلسل خلدي وقطع الطرقات نفس المشهد انه يتكرر بمناطق تانية خاصة في البقر الجهزة للتوتر بالمناطق التبعة للثناء الشيعي او حزب الله تحديدا طبعا بجانب الاسعار الجنونية اللي هنشوفها بتقول ان الفقير هيتحارب على اللقمة وحيكون في ازلال اكتر من السنة الماضية للأسف قالت كمان جمانة واهمي ان كان في ملامح للحرب الاهلية لكن الحمد لله تسيطر عليها بسرعة وفي نوع من التحريك الغرف السوداء والطبور الخامس عشان يعملوا حرب اهلية تانية لكن طبعا مش هينجحوا ابدا باي شكل حتى لو جابوا مرتزقة ومهما عملوا مش هيحصل ان شاء الله كمان بتتوقع انه هيحصل تغييرات بسيطة في موعد الانتخابات البرلمانية لكن مفيش اي تمديد في موعدها ولا كمان تمديد رئاسي قالت كمان اننا حنشوف الحكومة اللبنانية في حالة جمود مؤقت وده مش هيمنعها من انجاز بعض الملفات الضرورية اما كمان توقعاتها بالنسبة للحكومة اللبنانية اما توقعاتها بالنسبة للحكومة اللبنانية ونجيب مقاطي في 2022 فبتتوقع جمانة اننا حنشوف عودة للحريري واللي اصبح عودته ضرورية وما زال هو الطيار الاقوى في الشارع اللبناني وقالت ان ده هيحصل من خلال الانتخابات السياسية اما توقعاتها بالنسبة لفلسطين المحتلة فبتتوقع ان المقاومة بفلسطين امام مواجهة عسكرية وامنية ضد الكيان المحتل واجولات من المواجهة بغزة والقدس والضفة الغربية وضربات سترعب الداخل العدو الاسرائيلي وكمان حنشوف هجرة للداخل الاسرائيلي الى الخارج وكمان حنشوف معركة سيف القدس وهو مشهد قريب منها كثيرا وايضا محاولات العدو الاسرائيلي لاسكاة غزة بموضوع من نوع من التسهيلات الخاصة الاقتصادية او بالتوظيفات لكنها مش هتسكت ابدا المقاومة الفلسطينية وحترجعها كمان كمان بتتوقع ان اسرائيل فعلا بدأت في البحث عن ارض بديلة عن وطن بديلة عن فلسطين فقالت اننا قادمين ان شاء الله على انتصارات كتيرة جدا وزي ما قالت هي بتقول ان التطبيع لن يأتي بالسلام لاسرائيل ولا الدول العربية اللي طبعت مع الكيان الاسرائيلي واللي ممكن تكون كانت مجبرة او تحت ظروف معينة من توقعاتها ايضا لايران بتقول ان ايران شغلة لكون باتفاقها النووي وكتير من الدول بتراهن على الفشل والمفاوضاتها مع امريكا لكن هي شايفة ان الشروط الايرانية اصبحت امر واقع على الجانب الامريكي والاوروبي وهيتوصلوا الاتفاق جيد حيفاجئ الجميع ودول المنطقة سواء كان مناطق الكيان الاسرائيلي اللي متخوف من عملية نجاح المفاوضات الايرانية الامريكية والاتفاق النووي او كبان ايران امام مفاجأة جديدة هتعلن عنها وحتتوصل الاتفاق وحتفك العقوبات عليها ايضا الدول العربية والكيان الاسرائيلي اللي بتسلح عسكريا من المخاوف ان ايران ممكن تعمل اي شيء لكن ايران مش هتقدر تقرب على الخليج ومش هتقدر تعمل اي حاجة في اي مكان وكمان هنشوف ان الاتفاق النووي اللي حيعكس بايجابيته على لبنان وعلى اليمن وكمان هيكون فيه اتفاق بين السعودية وايران فيما يتعلق بالنفوس بقلب اليمن او حتى النفوس في قلب سوريا وفيه نوع من التخطيط للنفوس بالمناطق دي حتى هنشوف تأثيرات ايجابية في لبنان كمان بتتوقع ان الكيان الاسرائيلي خايف من اي حد تاني وبيحاول في نفس الوقت انه يخوف الدول العربية لابتزازها من ناحية استغلالها ماديا بمساعدات خارجية واسرائيل بتتفنن باستعراض عضلاتها بضرب ايران ولكن على نفق الدول الخليج العربي لكنها اجبر من انها تقوم باي ضربة على ايران او تقوم باي ضربة مباشرة على لبنان هي فقط بتسعى لتوتير الاجواء لكن بدون ما تفتح جبهة مباشرة لانها لو فتحت جبهة هتفتح عليها مليون جبهة اذا كانت من الجولان او ضفة الغربية او من غزة او الجهة اللبنانية كمان اسرائيل زي ما قالت هي بتقول بتبحث عن دولة بديلة وحتبسط سلطتها ونفوذها عليها وكمان تكون قريبة للبوابة الافريقية كمان بتقول ان عام 2022 بتخوف على اسرائيل وحنشوف ان الامن الشخصي والعام مهزوز خاصة في المؤسسات الامنية وحنشوف هجرة معكسة من الداخل الاسرائيلي الى الخارج وكمان العمليات الفدائية للمقاومة هتكون فردية وحتزيد اكتر وحترجع عمليات كمان الجماعية والشباب جاهزين ليستردوا حقهم وقالت كمان اننا قادرين ان شاء الله على اننا نرجع وحدة عربية من توقعاتها كمان لامريكا بتتوقع ان جو بايدن حيربح زي ما هي قالت في الاول بس حيكون في تكبيل لبايدن داخليا وخارجيا وكمان الازمة الدستورية اللي خلفها ترامب مستمرة لسه هنشوف مع جو بايدن كمان حتى الانتخابات المقبلة النصفية اللي مقبلة عليها امريكا هنشوف ان فيه تراجع للحزب الديمقراطي واللي بدأ يشهد تراجع وما زال بيتراجع اكتر وايضا حظوظ الجمهوريين ابتدت ترتفع اكتر واستمرار للتضخم المالي واستمرار للتضخم المالي اللي اصبح خارج سيطرة الديمقراطيين وايضا كمان لا هارس اللي هتتصدر المشهد في البيت الابيض في المرحلة القادمة كمان شايف انقسامات عنصرية بالوجهة وكمان كوارس وفيضانات ما شهدتهاش امريكا قبل كده وايضا ازمة مناخ قوية وهنشوف حرائق هنا وهناك وفيضانات قالت لان الانسان المعاصر دمر البيئة ودي نتائج اللي حصل كمان بتقول حتى العقوبات اللي بتقوم بيها امريكا وشطرة فيها وامريكا اصلا اصغر من انها تفتح جبهة عسكرية مع ايران او روسيا او اي بلد تانية فهي مش هتتجرق انها تضرب ايران ابدا لكن هي سلاحة انها تتسلح بالعقوبات دايما العقوبات جهزة هنشوف العقوبات على ايضا شخصيات لبنانية وسورية وعرقية وطبعين الاعزاء بكده نكون وصلنا معاك ولنهاية حلقة النهاردة من اهم واخطر توقعات جومانة وهبي واللي تكلمنا فيها عن توقعاتها عن لبنان وعن فلسطين وبعض توقعاتها للعالم مشكركم جدا على حسن مطابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وحنستنى تعليقاتكم وقراءكم ويدومتم في حفظ الله ورعايتكم اشتركوا في القناة